اشتركوا في القناة ما هو المتحكم من خلال الاسم نجد انه يتكون من ثلاث حروف P, I و D وهي مختصر لثلاث دوال ومعادلات رياضية mathematical functions P وتعني proportional function وتعني دالة التناسب وبالنسبة لل I تعني integral function وتعني دالة التكامل بالنسبة لل D وتعني derivative function وهي دالة الاشتقاء كل دالة من هذه الدوال لها معامل خاص بها وتتغير قيمتها على حسب كل تطبيق خاص وذلك من اجل الحصول على استجابة متلى للنظام المراد التحكم فيه كمثال درجة الحرارة ضغط وصبيب وغيرها من الانظمة الفيزيائية بحيث يتم قراءة قيمة المتغير الفعل للنظام process variable value بواسطة الحساس يتم بذلك حساب ودمج الاستجابات المتناسبة والمتكاملة والمشتقة لحساب الإخراج للمشغل output قبل التعرف على آلية اشتغال المتحكم PID بشكل مفصل يجب معرفة أنواع نظام التحكم control system بحيث يوجد نوعين رئيسيين open loop أي حلقة مفتوحة و closed loop أي حلقة مغلغة بداية سنتعرف على open loop في نظام التحكم في الحلقة المفتوحة لا يؤثر الإخراج على عمل التحكم في النظام بمعنى آخر يعرف النظام الذي يعتمد على عمله على الوقت يعني time باسم نظام التحكم في الحلقة المفتوحة نظام الحلقة المفتوحة خالي من feedback أي تغيير قيمة النظام والتي تحول إلى إشارة بواسطة الحساس أو المستشعر sensor وهذا هو المخطط التوضيحي الخاص بنظام open loop control system كما نلاحظ لدينا مدخل input وعادة ما يكون مؤقت timer بحيث نقوم بضبط من خلال الوقت الذي بحيث نقوم بضبط من خلاله الوقت الذي نريد المتحكم أن يتحكم به في النظام لنحصل على الخرج output كما قلنا سابقا وكما نلاحظ لا يوجد أي feedback من النظام كما سيتبين من خلال المثال الثالث في هذا المثال نعتبر لدينا مدخة نريد بواسطتها ملء خزان أو إناء معين نقوم بضبط اشتغال المدخة على زمن معين كمثال 5 دقائق حيث تشتغل المدخة في ملء الخزان وبالتالي فهي مرتبطة بالوقت الذي تم تحديده بحيث لا تؤثر قيمة نسبة الملء في اشتغال المدخة أي إذا امتلأ الخزان ولم يتم انتهاء الوقت المحدد سوف يتضفق الماء خارج الخزان إلى أن يتم انتهاء الوقت وبذلك تتوقف المدخة كذلك ستتوقف المدخة على العمل عند انتهاء الوقت المحدد حتى ولو إذا لم يتم الخزان النوع الآخر من نظام التحكم وهو نظام closed loop الحلقة المغلقة ويعني نظام التحكم في closed loop أن إخراج النظام يعني الـ output يعتمد على مدخلاته يعني الـ input بحيث يحتوي النظام على input loop feedback يعني مدخل مرتد راجع واحد أو أكثر بين مخرجاته الـ output ومدخلاته الـ input بحيث يتم تصميم النظام الحلقة المغلقة closed loop بطريقة تسمح بالـ output المرغوب تلقائيا من خلال مقارنته مع الـ input الفعلي بحيث يولد يولد نظام closed loop إشارة الخطأ وهي الفرق بين قيمة input والـ output الفعلي وهذا هو المخطط التوضيحي الخاص بنظام closed loop control system كما نلاحظ الفرق بينه هو بين open load هو feedback بحيث يرتبط الخرج مع القيمة الفعلية المرتدة من النظام بواسطة المستشعر كما سنلاحظ في المثال التالي في هذا المثال لدينا مدخة تقوم بمالء الخزان بالماء حيث يوجد بالخزان عوامة كما نلاحظ كهربائية يتم من خلالها ضبط نسبة الملء عند وصول الماء إلى المستوى المطلوب يتم إرسال إشارة كهربائية إلى المدخة بالتوقف وعند نزول المستوى الماء عن المستوى المرغوب فيه والذي تم ضبطه بواسطة العوامة ترسل العوامة إشارة كهربائية إلى العوامة بالاشتغال وهكذا بشكل دوري أنواع closed loop controls يوجد توجد تحكم يعني ال-on-off controller كذلك proportional controller أو تحكم المتناسب وحدة التحكم التناسبية المتكاملة يعني PI controller أو proportional integral controller كذلك وحدة التحكم المشتقة يعني المشتقة النسبية والنسبية يعني PD يعني proportional و derivative controller وكذلك توجد وحدة التحكم يعني تجمع بين ال-proportional وال-integral والderivative في حالة وحدة التحكم ال-on-off يعني on-off control توجد حالة ممكنة فقط لتحكم في النظام الذي يتم التحكم فيه أي إما أن يكون قيد التشغيل بالكامل يعني on state عندما يكون المتغير أقل من نقطة المرغوبة أو إقاف التشغيل بالكامل يعني off state عندما يكون متغير العملية أعلى من نقطة المرغوبة لذلك سيكون الخرج output متدبدبا كما هو موضح بهذا المثال وهو مثال لتحكم في الحرارة بواسطة heating element وهو عنصر التسخين أو شمعة كرهبائية كما نلاحظ يتم تشغيل الشمعة عندما تكون قيمة درجة الحرارة أقل من قيمة الضبط ويتم إقاف الشمعة عندما تكون قيمة حرارة النظام أكبر من قيمة الضبط لذلك الحصول على تدبدبات في الخرج يعني output لذلك من أجل تحقيق تحكم دقيق ومثالي يستخدم في المجال الصناعي وحدة التحكم PID أو يعتمد PI أو PD على حسب التطبيق لذلك سوف نتعرف على آلية ومكونات اشتهال PID آلية اشتهال PID في التحكم اليدوي يقرأ المشغل operator بشكل دوري تغير النظام الذي يجب تحكم فيه مثل درجة الحرارة والتضفق وسرعة والسرعة وما إلى ذلك وضبط متغير التحكم الذي يجب معالجته من أجل جلب متغير التحكم إلى الحدود المرهوبة في هذا المثال تسخين الماء بحيث يقوم المشغل بالدرجة الحرارة على temperature gauge كمثال إذا كانت درجة الحرارة المرهوبة هي خمسين درجة يقوم المشغل بإغلاق المحبس يذويا لمنع تضفق المادة المشتعلة وإذا ما نزد درجة الحرارة عن خمسين درجة يقوم بفتح المحبس لمرور المادة المشتعلة لتسخين الماء وهكذا في التحكم الآلي يتم ضبط قيمة الحرارة المرهوبة ويتم قياس درجة الحرارة حرارة النظام بواسطة حساس الحرارة المرتبط بالمتحكم PID بحيث يقوم المتحكم PID بحساب قيمة الخرج المناسب لتعويض إشارة ناتجة بين القيمة المرهوبة والقيمة الفعلية وذلك بإرسال إشارة كهربائية قد تكون إشارة فولت أو دات طيار إلى المحبس الكهربائي بحيث نسبة فتح وغلق المحبس تعتمد على الإشارة من صفر إلى 10 فعند إرسال PID 10 فولت يتم فتح المحبس بنسبة 100% وإذا كانت الإشارة 5 فولت يتم فتحها بنسبة 50% أما إذا كانت الإشارة 0 فولت يتم غلق المحبس وهكذا بنسبة لل P Control أو Proportional Control وهو كما رأينا سابقا يعني تحكم متناسب بحيث ينتج التحكم التناسب P Control إخراج التحكم Control Output متناسب مع الخطأ الحالي The Current Error هنا الخطأ هو الفرق بين نقطة التحديد النقطة المرغوبة 6 ومتغير نظام Process Variable بحيث أن Error تساوي 6 ناقص PV تحدد قيمة الخطأ هذه مضروبة في المعامل النسبي Key P ويسمى Proportional Gain لنحصل على استجابة Proportional Output يمثل مخطط P Control Diagram على هذا الشكل بحيث SP تمثل Seed Point وهي النقطة المحددة أو المرغوبة ويتم تحديدها وضبطها في المتحكم والError يمثل قيمة الخطأ وهو ناتج خارج قيمة Seed Point ناقص قيمة تغيير النظام الفعلية PV وتعني Process Variable والمقاس بالحساس سنسور لنحصل على المعادلة التالية Output تساوي قيمة الخطأ Error عند لحظة T مضروبة في KeeP معامل نسبي ويسمى Proportional Gain في المتحكمات يتم إدخال قيمته كمتال إذا كانت لدينا قيمة KeeP تساوي 2 وقيمة الخطأ هي 2 فإن الخارج يساوي 4 نحصل على نتيج خارج على هذا الشكل بحيث يسمى الوقت من بد النظام إلى أن يصل إلى Seed Point بRise Time وتسمى قيمة الخرج الأكبر من قيمة Seed Point بالOvershoot أي التجاوز وكما يسمى الزمن اللازم إلى استقرار الخرج المتحكم بSettling Time أي وقت التسوية بحيث عند استقرار الأوتبوت تبقى قيمة فرق بين Seed Point والأوتبوت وتسمى Steady State Error خطأ الحالة المستقرة سوف نلاحظ تأثير قيمة KeeP على قيمة الأوتبوت بحيث في هذا المثال عندما تكون قيمة KeeP تساوي 0.5 كمثال كما نلاحظ في منحة الخرج لا يتجاوز قيمة Seed Point لكن تكون قيمة Rise Time أكبر وعندما تكون قيمة KeeP أكبر نحصل على Overshoot ونقلل من قيمة Rise Time ويكون التدبدل بشكل كبير إلى أن يستقر مع وجود Steady State Error هذه السلبيات الموجودة بP Control ولتقليلها نضيف متحكم Eye Controller Eye Controller وهو Integral Controller ويستخدم بشكل أساسي لتقليل خطأ الحالة المستقرة يعني Steady State Error للنظام يدمج Integral الخطأ خلال فترة زمنية حتى يصبح الخطأ صفر ينتج عن هذا أنه حتى قيمة عند قيمة الخطأ الصغيرة ستؤدي إلى إنتاج استجابة متكاملة عالية في حالة الخطأ الصفري فإنه يحتفظ يحتفظ Output لجهاز التحكم النهائي عند قيمته الأخيرة من أجل الحفاظ على خطأ حالة ثابتة صفري ولكن في حالة وحدة التحكم Proportional يكون الناتج صفر عندما يكون الخطأ صفر إذا كان الخطأ سالبا فسيتم تقليل الاستجابة أو الإخراج المتكامل تكون سرعة الاستجابة بطيئة يعني استجابة ببطء عند استخدام وحدة حكم I أو الانتجرال وحدها ولكنها تعمل على تحسين استجابة الحالة المستقرة من خلال تقرير معامل التكامل تزداد سرعة الاستجابة ويمثل مخطط I Controller على هذا الشكل لنحصل على المعادلة التانية Output تساوي تكامل قيمة الخطأ الـ Error عند لحظة T مضروبة في Integral Gain أي معامل التكامل نضاح التأثير I Controller وذلك عندما استعملنا P Controller وحده كانت قيمة Steady State Error كبيرة حيث تم إلغاؤها وجعلها صفر عند إضافة المتحاكم I Controller بالنسبة Derivative Controller دوره في المنظومة هو حساب مشتق خطأ العملية عن طريق تحديد ميل الخطأ بمرور الوقت وضرب معدل تغيير هذا في معامل المشتق KD يعني Derivative Game ويمثل مخطط D Control Diagram على هذا الشكل لنحصل على المعادلة التالية Output تساوي اشتقاء قيمة الخطأ Error عند تغيير الزمن مضروبة في Derivative Game أي الكيدي معامل الاشتقاء مراحل تأثير D Control وذلك عندما استعملنا P Control وحده كانت قيمة الأورشوت كبيرة وحصلنا على تدبدب حيث تم التقليل منها وإلغائها عند إضافة المتحكم D Control كما لاحظنا لكل متحكم لوحده مميزات وعيوب ولنحصل على نتيجة مثالية وتحكم في نظام بشكل أمتل تم دمج المتحكمات الثلاث P والI والD في متحكم واحد هو PID لتكون بذلك معادلة الأوتبوت هي مجموعة معادلة P Controller والI Controller والD Controller بحيث كلما كانت قيمة KeyP كلما نقصت قيمة Rise Time وزادت قيمة الأورشوت مع نقص قيمة Steady State R كذلك كلما زادت قيمة KiI كلما نقص Rise Time وزاد الأورشوت وسيتلين تايم مع نقص وإلغاء Steady State Error كذلك كلما زادت قيمة الكي دي كلما نقص قيمة الأورشوت وسيتلين تايم مع تغيير خفيف بالنسبة لRice Time والSteady State Error كما سنلاحظ في التمثيل المبياني التالي الآن في هذا الرسم المبياني للاستجابة Output للمتحكم PID نلاحظ تأثير كل من K-P وK-A وK-D حيث نقوم بتغييرها حتى نحصل على استجابة أمتل من حيث سرعة الاستجابة وكذلك من حيث جودة الاستجابة بذلك أكون قد أنهيت هذا الدرس أعتذر على الإطالة أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح وتبسيط PID Controller وشكرا لكم على المتابعة أتمنى أن تدعموا القناة بالاشتراك ومشاركة الفيديوهات لتصل على عدد أكبر من الإخوة لتعم الفائدة كذلك أدعوكم لتسجيل الاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وكذلك متابعة حسابنا على الإنستجرام في الفيديو القادم إن شاء الله سيكون عمل تطبيقي ببرمجة PID Controller بجهاز مغير سرعة التفار 312 إلى الملتقى إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تدعو ودايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته